بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم عن زيت الزيتون وكيف لا يكون زيت الزيتون مبارك والله سبحانه وتعالى قد أقسم بالزيتون أو في بلد الزيتون بأراضي الزيتون على اختلاف بين المفسرين فالله تعالى يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكيف لا تكون الشجرة مباركة وقد شبه الله تعالى نوره بالنور صادر عن زيتها فالله تعالى يقول يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ائتدموا بالزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة فالشجرة مباركة والزيت مبارك ولكن كثيرا من الناس عنه غافلون فزيت الزيتون في الواقع غذاء عظيم للإنسان والحقيقة أن زيت الزيتون هو منجم من الفوائد هو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة هو يفيد عند المصابين بتشحم الكبد وذكرنا أن التشحم الكبد هو من الأمراض المنتشرة وخاصة عند البدينين وهناك دراسات الآن تفيد بأن زيت الزيتون يفيد هؤلاء الناس ويقلل من مقاومة الجسم لهرمون الإنسولين زيت الزيتون في الواقع يفيد هؤلاء وهناك دراسة أثبتت أن زيت الزيتون يقلل من تشحم الكبد وأن تسارع تشحم الكبد نحو تليف الكبد يقل كثيرا عند الذين يتناولون زيت الزيتون فالواقع أن زيت الزيتون بلا شك مفيد جدا المركبات الفينولية في زيت الزيتون تخفف من اعتلال الميتوكوندريا الموجودة في خلايا الكبد والتي تلعب دورا هاما في تشحم الكبد نحن نعلم أن تشحم الكبد بعض المرضى المصابين فيه يتطور التشحم إلى تشمع الكبد لا سمح الله فهنا يأتي زيت الزيتون يفيد هؤلاء المصابين وحتى خلاصة أوراق زيت الزيتون ثبت أنها تفيد في تشحم الكبد ليس هذا فحسب بل إن زيت الزيتون مفيد في السرطانات في الوقاية من السرطانات يقلل من الأكسدة التي تسبب تلف الدي ان اي أو تلف الخلايا ومن ثم حدوث الخلايا السرطانية هناك علاقة وثيقة في الدراسات بين تناول زيت الزيتون وبين حدوث سرطان الثدي وصرطان المعدة وفي مقال نشر في مجلة ايجين تقول الدراسة أن تناول زيت الزيتون وانخفاض معدل حدوث سرطان الثدي أمر مثبت علميا في عدد من الدراسات أيضا سرطان القولون يقل حدوثه عند الذين يتناولون زيت الزيتون وخاصة تأثيره يكون أشد إذا ما بدأ الإنسان بتناول زيت الزيتون قبل سن البلوغ زيت الزيتون يحتوي على مركب اسمه أوليكوثانول هذا المركب له خاصية عجيبة في قتل الخلايا السرطانية بشكل انتقائي وتجنب الخلايا السليمة نحن نعلم في موضوع السرطان أن الغاية الأساسية أن نجد دواء يقتل الخلايا السرطانية فقط لا يقتل الخلايا السليمة ومن هنا تكون أصعوبة العثور على بعض الأدوية الشافية في بعض السرطانات دراسة أيضا تقول أن حمض الأوليك موجود في زيت الزيتون وهو أيضا حمض أساسي وله أهمية في تقليص نمو الخلايا السرطانية والآن العلماء في أمريكا وأوروبا يقولون أن حمية البحر الأبيض المتوسط من خلال تناول زيت الزيتون وتناول الخضروات الورقية والأسماك وغيرها كل هذه تفيد في تقليل الإصابة بالسرطانات وتقليل الإصابة بأمراض القلب ليس هذا فحسبل إن زيت الزيتون يقلل من حدوث وهن العظام أو تخلخل أو هشاشة العظام ونحن نعلم أن هشاشة العظام مرض شائع عند المسنين سبب إنخفاض في كثافة العظام رقة العظام وهي حالة تصيب نصف السيدات وثلث الرجال فوق سن السبعين وقد تكون العظام عند هؤلاء الناس معرضة للكسور وكلما تقدم بنا العمر قلت كتلة العظام وقلت وزادت من هشاشة العظام وهنا نجد أن زيت الزيتون في الواقع يلعب دورا هاما في تحسين صحة العظام وهذا في دراسة علمية مثبتة إذ يحتوي زيت الزيتون على عدد من البروتينات الهامة التي تساعد في تقوية العظام والمحافظة على كتلة العظام والوقاية من هشاشة العظام هناك دراسة أيضا تفيد في أن زيت الزيتون يفيد المرضى المصابين بالتهاب المفاصل نظير الرثوي روماتويد أرثريتس وهؤلاء المرضى يصابون بالتيبس الصباحي تصاب عادة مفاصل لليدين وقد تصاب مفاصل للقدمين وغيرها من المفاصل ويشكل مرضى عادة من التيبس الصباحي الذي يزول عادة بعد حوالي ساعة من الزمن هؤلاء المرضى وجد الباحثون أن زيت الزيتون مفيد عند هؤلاء المرضى وأن استهلاك كمية أكبر من زيت الزيتون ترافق بنقص حدوث الأعراض عند هؤلاء زيت الزيتون أيضا في دراسة علمية تقول أن زيت الزيتون يمكن أن يحمي من تداور الذاكرة من مرض الزايمر ونحن نعلم مرض الزايمر الذي يصيب العديد من المسنين منهم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وغيره الذين أصيبوا بهذا المرض وهو مرض عضال بلا شك فأظهر الدراسة نشرت في مجلة جونال أف الزايمر ديسيز أن الذين يتناولون زيت الزيتون وخاصة عند المسنين يقل عندهم حدوث خرف الزايمر الاكتئاب أيضا مرض شائع في العالم يصيب أكثر من 150 مليون شخص في العالم فزيت الزيتون لا يقتصر تقتصر فوائده على الصحة الجسمانية بل تمتد أيضا إلى الصحة النفسية ووجد الباحثون أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يقلل من حدوث الاكتئاب وأن زيت الزيتون يساعد في إفراز مادة السيراتونين وهي المادة التي تفيد في الدماغ وتستخدم لمحاربة الاكتئاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعجز في شقين اقتدموا بالزيت والدهنوا به تكلمنا عن فوائد زيت الزيتون في الطعام والتناول زيت الزيتون فماذا عن الادهان بزيت الزيتون الحقيقة الدراسة نشرت في مجلة فيتو ريسيرج تقول أن زيت الزيتون كمرطب وملطف للجلد عند الصغار والكبار على حد سواء بمفيد بلا شك هناك لزيت الزيتون خصائص مضادة للالتهابات الجلدية مثل التهاب الجلد التحسسي مثل تشقق البشرة وغيرها وهناك مركب في زيت الزيتون يسمى أوليكانثل هذا المركب هو مضاد للالتهابات وحيث يعمل على إيقاف نوعين من الإنزيمات التي تسبب الالتهابات الجسم وبالتالي يحمي البشرة ويحمي الجلد وربما يحميها من سرطان الجلد بزيادة نشاط الجد كما يؤدي إلى زيادة نشاط الجدور الحرة وهكذا يمكن أن يفيد الجلد في تأخر ظهور التجاعيد يؤخر من حدوث لا سمح الله سرطان الجلد القتامي وهذه دراسة نشرت في مجلة International Journal of Cancer أن الإدهان بزيت الزيتون موضعيا بعد السباحة والتعرض للشمس يمكن أن يقي من حدوث سرطان الجلد زيت الزيتون أيضا وقاية للحروق فدراسة في مجلة بيرنز تقول أن تناول الزيت الزيتون عند المصابين بالحروق ساعد في سرعة شفاء الحروق ويساعد أيضا كعلاج في حروق البشرة العجيب أن يأتي مقال بمجلة Dermatology Clinic يقول عنوان المقالة Virgin Olive Oil as a Fundamental Nutritional Component and Skin Protector عنوان المقالة زيت الزيتون البكر كعنصر غذائي أساسي وكواقي للجلد ليس هذا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام إنه النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وختاما لابد من التنبيه إلى عدم الإفراط في أي مادة ولا زيت الزيتون ولا غيره من المواد الواقع أن تلك المواد مفيدة لكن بشرط عدم الإفراط فيها وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودوائعه وحتى ألقاكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة